السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اهل وصحبه اجمعين ازيكم احلى خيات واحلى متابعين في الدنيا وحشتوني خالص وشكرا على كل اللي سأل علي الفترة اللي فاتت دي بصراحة سؤالكم ده على راسي النهاردة راجي مع بعض بوصفة حلوة هنعمل الفل العسل اللي معنا ده بطريقة سهلة هندم سهول بس بأسهل ما يكون مش هياخد معنا نص ساعة تمام هنا حطيت حلة عندي على النار فيها مية سخنة يعني مية بتغلي وكنت غسلة نص كيلو من الفول المتشوش ده فول المتشوش غسلة ونجعها ساعتين مش اكتر من كده يعني انا محططوش تمام ساعات ولا اتناشر ساعة نجعين من بالليل وكده لا ساعتين بالعدد وممكن اجل كمان ولو مش حاب انك تنجعي برضو حيستوه معاك بسهولة مش هياخد معاك اكتر من ساعة لربع على النار ان شاء الله رب العالمين نزل نبيه في الحلة اللي عندي اهم حاجة انك تغسليه كويس وتصفيه زي الفول عندي مكون تاني انا كنت غسلة كوباية من العدس الاسود او العدس اللي بجبة احنا مسمينه هنا بجبة عندنا في الصعيد بنقول عليه عدس بجبة غسلة برضو كوباية ونجعتها ساعتين برضو مع الفول وغسلة كويس ومصفية حننزل بيهم برضو على الفول وغسلة هنا كوباية من العدس الاصفر العدس الاصفر ده مش بيتنجع بيضغس ويتصفة في ربع سايا ما بنجحوش خالص بغسل وصفش على طول من جير ما انجع تمام معانا كده دي المكونات بتاعت الفول مش فول اللي هو اللي بجشره ونقعد ننجع اتناشر ساعة ومن بالليل وغير المي لا لا ما فيش الكلام ده دول عندي بسمعين جزرتين مبشورين لو مش عندك جزر عادي خالص ممكن ما تستخدمهوش بس الجزر بصراحة بيدي له طعم حلو بيزيد في القيمة بتاعته دول جزرتين بشرتهم كويس بزلت بهمه هنا بشرة برضو طماطمتين الطماطم دي مبشورة طبعا الجشر بتاعها انا مش بستخدمه ببرمي الجشر بتاعه طماطمتين وعندي هنا ليمونة كاملة دي ليمونة كاملة هاخد العصير بتاعها هعصرها وبرضو الجشر بتاعه هخليه مش حرميه هحطه مع الفول بالطريقة دي وزي الفول لكده هنجلبهم جلبتين مع بعض الطريقة سهلة وحتنجز معاك في رمضان ان شاء الله رب العالمين لو انت مثلا لو مع المغرب او بعد المغرب حابيته تدمس فول حتدمس طبعا لو انت ما عندكش فول وحابة انك تستخدمه بسرعة تعمليه هيتعمل معاك في ساعة لرب اه دي نصف معلج طوم مفروم انا عندي في الفريزر يعني لو انت مش عندك طوم مفروم ممكن تحطي برضو فصين او تلاتة طوم وحيستيوه معاهم وبرضو مش هيقول لا حيستيوه يدوب معاهم زي الفول برضو تمام كده انا مش هحط ملح ولا هحط حاجة فيه جير حبة آآ كذبرة ناشفة اهي نصف معلجة من الكذبرة الناشفة وربع معلجة من الكمون الاخضر الناشف تمام مش اكتر من كده دي ربع معلجة كمون آآ يا ريت لو وصلتم معايا انا وعجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك المرجة اللي عندك حطي مش عايزة تحطي ما تحطيش كده احنا هنغطى عليه على نار هادية مش على نار عالي عشان ما يتلسعش منا ولا يشيط هنخلي نار البتجاز تحتيه واطي خالص وحنسيبه مش هياخد معنا جير ساعة لربع ساعة لربع وكان كل حاجة مستوية معايا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الله هو اكبر الريحة والطعم كان خرافة آآ تجربة جديدة للفول شايفين نتيجة بجد كان حلو انا زبطت الملح حطت له ملح وهنا نزلت عليه بعصير ليمون الريحة حلوة شايفين شكله فول يعني اللي مش هيعرف احنا عاملين هي حيعرف انها فول الفول مع العدس مدين ميكس حلو خالص جربوه ان شاء الله رب العالمين مش هتندموا بجد طريقة سهلة معاكم وحلوة خالص هنا دي طحينة انا عاملها برضو في البيت ان شاء الله رب العالمين حصورها لكم فيديو ووريكم الطريقة بتاعتها آآ طريقة موفرة برضو لها بشان يعني الطحينة عندي هنا كيلو بيجي بمية وعشرين جنيه مش عارف ارفع الرفع دي ليه بعد كده حنزل بحبة كمون الفول طبعا بيحب الكمون جدا انا كنت عامل للفول دم دمي ساب كان تقريبا مع العشا يعني مع العشا بيقزن وانا كنت بدمس فيه وهي دي النتيجة بتاعتها يعني استوى هنا والحمد لله رب العالمين حنتعش منه وزي الفول اني ماخدش معي جرسة على رب هنا حطيت زيت وحطيت اللمون وملح وفلفل وكمون وحطيت رشة شطة وحمرت معهم بطاطس ودي مش طبعا مش جديم او مش بجبنة زي ما يكون عندك الطعمة دي برضو انا عاملا في البيت حنزل لكم فيديو لها سهلة وسريعة وحلوة خالط بصراحة ده مايونيز على تمية عشان بطاطس اولادي بيحبوها ودي جبنة خضرة جريش شايفين الفول شايفين جمال الفول وده كان نهاردة يومنا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك بنات وان شاء الله رب العالمين تجربوه لو جربتوك لرأيكم في ايه وكل سلام حضراتكم طيبين وخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته